موسيقى كلينيك صوت لبنمين حيكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بتابعونا اليوم موضوعنا الضغط النفسي المزمن شو علقته بي الاكتئاب كيف بيأثر على صحتنا الجسدية والنفسية ضيفة دكتور مرام الحكيم طبيب وعالم نفسي عيدي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك يعني مين منا بلبنان مش عايش بضغط نفسي مزمن مزبوط إذا كلمة مزمن تنطبق أحده هو الوضع بلبنان مزمن يعني صار له فترة طويلة منو قانة أكيد أكيد المرحلة ما في محل ما أو ما في شخص ما بيمرو بسترس بالضغط النفسي استرس مرحلة لعدة أسباب إن كان سبب مادة إن كان سبب الشغل سبب بالبيت عم مشاكل زوجية مشاكل مع الناس إجتماعي إحراج في شي عم بيصلح ومتزبط يعني عكل حال يعني سترس موجود دايما حتى بسواقه أكيد فيه سترس هلا عنا هون سوبر سترس عكل حال فالسترس الآن موجود المشكلة بتصيق وهذا في مشكلة لأن السترس يعني أينما حدث أو وقت ما حدث بدو يعمل شوية صعوبات بوضع الجسم من ناحية الدورة الدموية السترس هرمون دقات القلب تشنج العضلات هذا بيحدث بالسترس الآن والمزمن بس هناك فرق إنه السترس المزمن يصير إلو تأثيرات أكتر سوءاً على الجسم وعلى النفسية طيب قبل ما نحكي عن إنعكسيته وتأثيره ذكرت إنه الآن بيكون مثلاً عنده مشكلة أو أي وضع يعني آني مرحلة صحيح الأشخاص يلي عم بيتعرضوا لعنف جسدي أو كان حالات اختصاب أو حالات أذى جسدي هؤدي بيكونوا عايشين أي نوع من هادولي بيصير معهم البوست تراماتيك سترس يعني فوراً إذا شيء من هالنوع بهذه الضخامة ما بقى نعتبره سترس عادي نعتبره صدمة أو جرح نفسي تراما شوك يلي بدك وعلى الأكتر إذا كان بهذه الضخامة بده يعمل شيء مرض نفسي فوراً يعني يعني لا يندرج دمن خانة الضغط النفسي المزمن لا لا إذا حدا تعرض لهذه أرضية أو اختصاب أو حادث سيارة أو وفاة مش متوقعة أو شيء من النوع كل واحد حسب تحمله بس إذا كانت من الضخامة أنه تعمله صدمة ساعتها منتوقع أنه يصير معه مشاكل يلي هي السمتم العراض طبع PTSD Post Traumatic Stress Disorder يلي بتصير يمكن تبين فوراً أو بعد فترة عرفتي كيف المزمن فينا نقول سنين فينا نقول أشهر كله كله فيه يكون أشهر حسب تحمل الجسم بس كل شيء عم يتكرر مضروري أن نعيد السرس زيته يعني إذا اليوم نحن تعرضنا للسرس عاطفي بكرة سرس بالسواعة بعد بكرة سرس بالحال المادية بعض يومين سرس هذا التكرار بغض النظر عن شو مضمون السرس شو المسبب التكرار هيدا من يوم ليوم أو من جمعة لجمعة إلى آخرية كل يوم يمفي على مشكلة هيدا هو السرس المزمن عوارضه قلت عوارضه تنعكس جسدياً نفسياً إذا بدنا نروح على العوارض الجسدية السرس المزمن شو بيسبب؟ السرس المزمن بما أنه بيفتح على الجهاز المناعة لأن السترس حتى الآن بيعملنا إفرازات للسترس هرمون الكورتزول وغيره الكورتزول بأثر على المناعة هو شبيه بالكورتزول وليس الزاتي بأثر على المناعة وقت المناعة بتنضرب ممكن أي شي يصير بالجسم فالمزمن بديو يأثر على أي عضو بالأعضاء للجسم اتداءاً من الجهاز العضلي تشنج عضلات هالتشنج يمكن يودي لوجع ظهر ووجع رأوي لآخره وجع رأس دائم وجع رأس أكيد للسترس هدك أكيد وبعدين عندنا مثلا بيصير الجهاز القلب والدوران بيصير القلب والدوران بيعلى الضغط الدم أكيد لأن هذا ريسبونس طبيعي بالأيام الغابي من زمان بس يكون في شي خطر الدورة الدموية بتسرع كلها سوى بيعلى الضغط ضربات القلب بتسرع لحتى الشخص يقدر يهرب من حيوان مفترس أو يلي هو بعدو ريسبونس هذا عنا فهون مضرور يكون في جاي كميون يضربنا بيكفي أن يكون فيه استرس معنوي لحتى هالشي يصير هذا بيصير بسترس الآن بس ويصير متكرر بصير مزمن ساعتا نتوقع أمراض بالشراعين وبالألب بيضلوا هود العوارض طالما في استرس مزمن طالما هود العوارض كمان مزمنة بالضل لا بس انت تبر مسلا الشراعين للضغط اليوم طال الضغط بكرة هاي الشراعين حابتتتعب بس تتعب الشراعين ممكن صير فيها تشققات بس تصير فيها تشققات بيجي الكوليستيرول اللي يسكر ويكتر الكوليستيرول بصير علينا تضيق شراعين هذا صار لعنا مشكلة بالقلب أو بالأطراف أو شي عبطيك كيف يتحول هذا الشيء كونه مزمن تكرار يأذي أكثر وهنا ردت فعل يصبح لنا أمراض مزمنة إن كان جسدية أو نفسه الاسترس المؤقت أو الأيني ما بيسبب بيعلي الضغط بيعمل كل شيء بس بيروح وما في تكرار يعني الضغط الدم الشرايين تتحمل الشرايين في عندها فليكسبيلتي في عندها مثل مطاط شوي فشرايين تتحمل مرة ومرتان وثلاثة بس إذا كل يوم كل يوم أو كل ثلاثة أربعة أيام في ناس دكتور مارام قلت يعني حسب يعني قدرتهم ومقدرتهم قداش قادرين يتحملوا في ناس حتى لو تعرضوا لضغط نفسه مزمن ما بيصير معهم هالعوارض الجسدية لا صعبي هو العوارض الجسدية الآنية بدأت تحدث كل مرة بس إذا كان مزمن هل تكرار للعوارض أو التأثيرات الآنية للسترس بدأت تعمل خلال بالجسم هلأ مينما كان يكون إذا تعرض لسترس مزمن لفترة كفية حيصيبوا شيء هلأ شو بيصيبوا ما بيعرف بس بعرف إنه حاب يصيبوا شيء ممكن يكون أي جزء من الجسم ممكن يكون مفاصل إذا هو عمل عمل جسدي متعب إذا هو نفساني عم يتعرض لأشياء مزعجة نفسية ممكن يصير عنده قلق ممكن يصير عنده أرق ما بينان بالليل ممكن يصير عنده اكتئاب بعد فترة هلأ منحكي عن التأثيرات والنفسية هون بيختلف يعني بين أعمار صغيرة وحدة أكبر فئات عمرية مختلفة بيختلف بيختلف وطقتوا يعني لا وطقتوا مثل بعض بس المسببات تختلف مثلا نقول صار شيء مادي بالبيت البيت فلس أو شيء إذا الأهل منهم مرعوبين قدام الطفل الصغير ما حيعرف شو صار فبتمرو عرفتي كيف إذا الأهل بينما إذا حدا ولد شوية أكبر وشايف شو عم بيصير وفهم شو عم بيصير وشايفين أن الحال ما بنطلع منا لا ما بتمرو حتى الطفل حيصير معه يعني أعراض الاسترس المزمن حسب العمر أو حسب الظروف هالشخص يحس باسترس يلا مثلا إذا صار بالطيارة مثلا إذا بالطيارة صارت تطلع تنزل الطيارة بسبب جيوب هي هوائية أو شيء الأشخاص اللي معودين عليها ما بيتأثروا أشخاص اللي أول مرة ممكن يصير معهم استرس فضيع أنا بس فضيع فكرة أنه مزبوط أن بعض الناس بيتحملوا أكثر ولكن شو ما تحمل إذا كان الفترة طويلة كتير وهذا الموضوع اللي عم يؤذيه هوي بحسه كسترس رح يتأثر المزمن يعني الضغط النفس المزمن بيأثر بيعمل مشاكل نفسية والآن لا نعم نعم الآن باستثناء الأشياء الكبيرة مثل مثلا كارثة مثل هزة أرضية زلزال الزلزال اغتصاب خسارة مادية ضخمة كتير مفاجئة هدوال بيعملوا مثل ما إنا التراوما بس السرس البسيط مثلا أنت عم تسوق مرة بالجمعة وحدا زمر وكوع وسبسب وإلى آخره تدايق بيطلع ضغطك بيدقالبك شوي تنزعجي نفسيا بس بتروح القصة هذا هو الفرق المزمن شو بيسبب شو انعكاساته النفسية فيه تراتوبية إذا كان فيه أمراض نفسية ممكن يسببها المزمن أقل شي بيعمل أنه يصير عنده قلق إما بالقلق المزمن أو بيصير عنده مثلا اشياء مثل نوة هلع ممكن يصير عنده القرق النوم كتير بيعكس يعني الحالة النفسية الحالة النفسية بتنعكس بجودة ونوعية وكمية النوم فهي بتتأثر بسرعة على فكرة النوم بتأثر تقريبا كله نوعي سترس هيدا مؤشر يلي ما بينام لما نقول ما بينام مظبوط أو ساعات كيفية كمية الساعات كمية ساعات كمية ساعات كمية ساعات نجل تكون حسب العمر بعمر الكبار يعني حوالي 7.5-8.5 أحسن شي الصغار كلما صغرنا بالعمر بده وقت أكتر عند الكبير الصغار يوصل لـ 12-13 ساعة حسن بس عند الكبار هالفيقة العمرية إذا لم يكن ينام، نقول النوم عميق هذا هو دليل على أنه ليس فقط استمرارية النوم كم ساعة، هو نوعية النوم لأن النوم أربع مراحل في النوم القميق هو الذي يصحح الجسم، يصحح الدماغ، ينظف الدماغ فإذا لم يصل إلى النوم العميق هذا نعتبر أنه حتى لو ننام عشر ساعات هذا مؤشر أنه هناك مشكلة نفسية إذا لم يكن هناك مشكلة جسدية، دائما نريد أن نشيل على جنب الأشياء الجسدية وإذا لم يكن شربين أهوة كثير أو لم يأخذ منشطات أو كذا يكون هناك شيء نفسي، وإنه يمكن أن يكون وعي له، وإنه يمكن أن يكون لا نوعي له لكن يكون هناك شيء نفسي حتى نتابع بيسبب الاكتئاب ضغط النفس المزمن؟ نعم، يمكن أن يسبب الاكتئاب ما يعني اكتئاب؟ ما هو عوارد الاكتئاب؟ هناك أشخاص لا يعرفون أنهم لديهم اكتئاب نعم، هناك الأكتئاب في أنواع مبطنة قليلا أصعب أن يرى لكن لأنواع العادية، الشخص يفقد القدرة أنه ينبسط بالأشياء اليومية يفرح فيها، ينبسط فيها، يرتاح فيها، يمكن أن شاهيته على الأكل تنضرب، اجتماعيا يمكن أن ينطوي، بالنسبة للأكل يمكن أن يزيد أكله يمكن أن يكون هناك، في النوم، يمكن أن يبطل بعض الناس فيها ويناموا، والذين يناموا زيادي لأنه لا يريد أن يكون هناك منذ يصبح لديهم حزن أيضا، يمكن أن يكون ليس واضحاً من أين يمكن أن يكون لديهم سرعة تأثر، يمكن أن يراهوا فيلم قليل بحظة أنني مرة أخرى بكين. ممكن أنه... هل لديهم أفكار انتحارية؟ ممكن أن هالأشخاص إذا كانوا من الشدة الإكتئاب طبعاً أنه يصلوا إلى الأفكار الانتحارية أو رغبة انتحارية. ما الفرق؟ الرغبة الانتحارية والأف يرأتني مشخوم يعني قد ما يصير الوضع كثير ثقيل عليه أفكار الانتحارية يقول والله دعني أفكر كيف ممكن إذا كتيرت يعني ديقت شو بدي أعمل شو بيخطط ممكن. محاولة محاولة هالفرق بين الرغبة وال... الرغبة ما بدي يكون هون يعني ما بدي يكون هون مش ضروري عمي فكر كيف وليش وليش واضحة صاري بس ما عمي فكر بيقالية بس وقت لي بيخطط غير موضوع الضغط النفس المزمن بيسبب الاكتئاب بأول مرحلة والاكتئاب ممكن ياخد الشخص لمرض تاني نفسه الاكتئاب فيه كون مصحوب مثلا الصدمة بيجي فيها اكتئاب يعني الوقت لأنه حدا بيصير معه كارثة كبيرة بزلزال أو شيء أو انفجار مثل بلادنا ممكن هذا يسير معه متلازمة مع بعض الصدمة مثل الـ PTSD ومن ضمنها بيكون فيه اكتئاب أكيد وفيه وشية تاني هلا الاكتئاب بحد ذاته ممكن يؤثر على الزاكرة مثلا عم تسأليني اذا هو بحد ذاته الاكتئاب بيؤثر على اشياء بيؤثر على الزاكرة بيؤثر ممكن يكون على الجهاز القلب والدوران بيؤثر على الزاكرة يعني بيصير الشخص ينسى كتير بيصير ينسى بيصير ما بيقرر مثلا عنده صعوبة بيأخذ القرار يمكن حتى الجهاز القلب والدوران بيصير عنده صعوبة فيه يمكن يزيد ضغطه أو شيء من هالنوع يعني ممكن يؤدي لهالاشياء أكيد فيه يؤدي لأمراض تانية بس هو بحد ذاته كافي بس انه بس هلا يعني يمكن الناس بيسألوا انه مين منه مش مارك بيضغط نفسي مزمن نتيجة هالأوضاع كله يلي عايشين هل الشي بيدل انه كلنا نحن صح يصير عنا اكتئاب كل الاشخاص اللي عايشين ما قالت الضغط النفسي لازم يؤدي للاكتئاب عم بقول بيؤدي لعدة اشياء من ضمن الاكتئاب يعني الاكتئاب هو من نتيج يلي شائعة بس هو لابد من انه يوصل ل مشكلة نفسية أو جسدية في كتير ناس مثلا تطلع بمعدتهم تطلع بقلبهم تطلع بضغطهم تطلع بحيضة محال وخصوصا وقت لي المناعة بتنضرب بس المناعة بتنضرب ساعتها اي جزء من الجسم ممكن ينضرب هون فينا نحكي عن اشخاص عندهم استعداد نتيجة الضغط النفسي المزمن انه يصير عندهم اكتئاب او اي انواع امراض نفسية تانية استعدادات موجودة بكل الامراض جسديا ونفسيا يعني في ناس عندهم استعداد للحساسيات مثلا بسميه انه عنده هذا استعداد للحساسيات ممكن تكون حساسية جلدية ممكن تكون حساسية بالتنفس الى اخرين في عندك ناس عندهم استعداد للقلق استعداد للأو سيدي للوسويس القهري عرفت كيف هؤلاء الاشخاص اللي عندهم استعدادات معينة وقت اللي بيصير فيه استرس على اكتر حيبين بمناطق يلي هني بدك قولي ضعيف بدنا نسمى محلو الكلمة عندهم استعداد خلني نسميها يلي هي فيها تكون جسدية او نفسية او اثنان عندهم استعداد ليش عندهم شيء يعني ممكن يكون عائليا فيه شيء او ممكن يكون مارع عليهم لنقول شخص عمره عشرين ثلاثين سنة ممكن يكون مارع علي صدمات معينة او إساءة معينة او حرمان معين يلي وقت اللي بيصير استرس بيكون هو عنده نقطة ضعف بتبين بهذه نقطة اي بتبين بها النقطة اي او انه ما عنده نقطة ضعف من ورا تربيته او عيشته بس عنده نقطة ضعف تكوينية اما بجهاز العصبي او بجسمه ساعته وقت اللي بيكتر استرس وخصوصا اذا كان استرس مزمن رح يبين بهن نقطة ضعف وممكن يبين بهن اكتر من وحدي كمان الامراض النفسية يمكن البعض الاكترية الى علاجات بس استرس انه علاج لجهاز العصبي بس بعض المسرز ونحenta نقطة ضعف توشظ لنا على كل شيء كيف؟ اذا تقوم بتأخذ تي في ليلة نهار وانك تسمع اخبار جدا الي حالي لا اما تقوم بالنسبة ما تفعله اما تدخل تي في كل وقت وتحظي الازمكمتر كما تستمع اخبار رائعة حتى يومياتك تعرفي شو فيه مسكر طرقات محلات خطر ايه بس هو هيدا الشيء الوقت يلي بيسبب يعني فيه اوقات قلت فيه مشاكل مجتمعية مشاكل زوجية مشاكل هيدا كيف هلت تهرب منه خففة اذا انت عارف شو نقطة استرس تبعيك بدك تلاقي لها حل اذا هي مشاكل زوجية او نفسية او وتابر تلاقي لها حل علاجي اذا هي مشاكل مادية بتجربة يعني تعملي شوية تحضيرات قبل بوقت يكون عندك يعني الخطة الف خطة بي مش انه تتفاجأي بشي مادي ما هيدا بيعمل لها الواحد التحضير قبل بوقت شي صحي بيروح بيعمل فحوصات سنوية مثلا عم بعطيك عدة مجالات يعني الاشياء فيه اشياء ما في يعني يعمل لها اشياء اسمه وقائية يلي فيه عمله الواحد انه يتأكد انه نومه منيح كمية النوم ونوعية النوم منيحة لان هذا بحد ذاته بيساعد الشخص انه قاوم سترس يلي فيه عمله كمان وقائيا انه يهتم بولاده بطريقة علمية لحتى يطلع نفسيته وعصابه وجهاز العصبي كله بتحمل في شي عنا اسمه التحمل او رزيلينس يعني بصير معك مشكلة بترجع بتطلعي منها هذا رزيلينس بده تربية خاصة بيكون ما فيها كتير ضغوطات على الطفل او مش بس للضغوطات من سميانا ابيوز اساءة او نقلاكت يعني اهمال كلما نحن طفلنا بنهتم فيه بطريقة علمية مضبوطة كلما هو بيطلع يتحمل قادر يتحمل نحن فينا نعمل نعمل منيح فينا نعمل رياضة يومية بتساعد شوي مضبوط يكون رياضة تقيلة 20-30 دقيقة رياضة فينا ناكل منيح لانه نوعية الاكل كمان بتساعدنا نتحمل اشياء ولا لا يعني فيها الاشياء فينا نعمل تأمل مثلا فينا نعمل تمارين الاسترخة فينا نسمع مسيئة فينا ناخد حمام سخن فينا يعني في كتير اشياء واحد بيعملها كل شي يلي من شأنه انه يعطي راحة نفسية وراحة جسدية بيساعدنا نتحمل ونقاوم السرس لما نوصل يعني الشخص ما بيعرف انه من ورا هالضغط النفسي المزمى رح يصير معه اكتئاب او اي نوعتين ما بيعرفها بالوقات لا اكيد ولكن لما نوصل للاكتئاب منعالج الاكتئاب وطبعا الضغط النفسي ما منقدر نعالجه الا بوقائي متعالجوا الاكتئاب نعالج الاكتئاب مجبورين لانه يعني اذا اكتئاب الشخص بطل لا يشتغل ولا ينتبه لعائلته ولا يعني حتى صار ممكن حياته بخطر زحاله او شي يخسر مدياته ويخسر شغله بدنا نعالج الاكتئاب بالنسبة للسترس اذا عرفنا شو كان استرس يلي يحرك الاكتئاب بنجرب نعيه له حل بلان بي انه لا هاي الشغلة اذا فيك تعمل غيره اعمال غيره اذا مشكلتك بالشغل اذا الباص طبعك المدير طبعك عم بيضيئك احكي مع الشركة بك يحطوك قسم تاني يعني واحد بده يعمل شغل تاني عالج المرض اللي متأتي من استرس ان كان هو جسدي او نفسي ويجرب يخفف مصادر استرس ما بيقدر يقاوم الشخص استرس المزمن كيف بده؟ ما بده يعمل وقاية يعني دايما بده يحل المشكلة يا بده يعمل وقاية انه ما يقع فيه بده يعمل وقاية وقلناك فيه اشياء بتقوين نفسيه يعني حتى مش بس عند صغار بس كبار بس عند الكبار النوم والاكل المزبوط والمديتيشن وغيره وغيره وهذا اشي بيفيد انا عم بذكرون هيك على السريع بس هاي اشي بتفيد مثلا بيعمل تأمل نص ساعة يوميا او ربع ساعة مرتين ثلاثة يوميا كتير بيساعدوا هالشي بتحمل اي بتحمل اكتر من غيره اعرفت كيف؟ يلي بيهتم بيأكله بيأكل مواد غزائية يلي بتزيد السيروتونن بالدماغ يلي بتخفف الكورتيزول بالدماغ هالاشياء بتساعدوا حتى لو هي اكل بس بتساعدوا فبيقدر هو يجمع مجموعة اشياء مثل سلاحات صغيرة بيستعملها لحتى اذا صار في عليه سترس بيكون هو بوضع يحكم يعني هيدا الاسلحة بتساعدوا انه يقاوم بس الاشخاص اوقات كتير منسأل انه نفس الشخصين بنفس الموقف بتلاقي شخص قادر بتحسو انه عم بيقاوم وصامد بتحسو انه قلص ما عنده بقا كنتره مية بالمية هيدا شو السبب يرجع لشو كتير اشياء بالبداية في الوراثة تحمل جهاز العصبي ثانيا في التربية أو المشاكل اللي إلنا من نوع الإساءة التراوما الصدمة النفسية من نوع الإهمال فلذلك يمكن بنفس العائلة حتى لو كانوا توقعين متطابقان واحد منهم طلع بظروف معينة والتاني بظروف تانية حيكون فرق بالتحمل هذه بكل الأضايا النفسية بينسأل هذا السؤال لأنه نحن بنفس البيئة علاش هذا هيك وهذا هيك دكتور مرام في ناس بيتجهوا بالضغط اللي عايشينه وإن كان ظرفي أو إن كان مزمن للمهدئات الأعصاب أي ممكن شو ما هيده علاج وهل مسموحة لا مسموحة مسموحة كل شي مسموحة أحسن ما يشرب يعني مشروب ويصير مضمن ويضرب كبده هلأ هي أحسن نجرب كل الوسائل التانية بس إذا تعذر والظرف ما بيتغير والسترس مزمن لأ ما بدنا يكون مزمن فضل يستعمل مهدئ وما يكون استرس مزمن بس أنا عم بقول على شرق يكون استهلت كل الستهلت يعني ما بده يعني بإشراف طبيب بلا 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 بإشراف بلا بإشراف طبيب أكيد مش يروح للفرمشان يقوله والله عطينا مش عندك اليوم لا لا أكيد يعني يمكن يكون هو مثلا عنده حال معينة بتستوجب شي خاص لأله أو بتستوجب مضاد اكتئاب يلي على فترة ثلاثة شهر عفوا أربع خمس أسبوع وطالع كمان بيكون مضاد للسترس عرفتي كيف يعني فيه اختيارات للشخص الشخص العادي ما بيعرفها دغري بيروح والله عطيني شي ني مني طب لا يمكن أنت ما عم تنام لأن معك قلق مزمن أنت ما عم تنام لأن معك اكتئاب يعني بده تشخيص حالته قبل ما بده تشخيص إذا وصل لمرحلة أنه هستس المزمن وديه لمرض نفسي أو جسدي بده تشخيص أكيد حتى وجع الراس بده تشخيص إذا كان هو من وراء تقلص لعضلات وهو بسبب استرس ولا في أسباب تانية يعني هلأ بس إن عارف السبب وتكرر الحالي بيكون معروف شو علاجه أورادي هو حدا فحصه عارف أنه مثلا وجع الراس جاي من استرس من هالعضلات تتشنج ساعته بيقدر يعمل تدليك مساج ساعته الطبيب بيوجهه شو الحلول الممكنة أمامه دكتور مارام الحاكيم بذي أشكرك طبيب وعالم نفسي عياد أهلا وسهلا فيك بشكل أصدقاء المشاهدين يلي تبعونا بيكلينيك اشتركوا في القناة